توجه وفد من حركة حماس إلى القاهرة لمتابعة مفوضات الهدن الإنسانية وإجراء صفقة لتبادل الأسرة والمحتجزين هذا وطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة حماس بسرعة إنجاز صفقة لتبادل المحتجزين والأسرة لتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات وقوع كارثة أخرى ولتجنب هجوم الاحتلال على مدينة رفح كما طلب الرئيس الفلسطيني الإدارة الأمريكية والدول العربية الفاعلة بالعمل لإنجاز صفقة التبادل في أسرع وقت ممكن مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بحرب مفتوحة على قطاع غزة بالإضافة إلى تصعيد خطير في الضفة الغربية المحتلة والقدس وحمل عباس المجتمع الدولي مسؤولية وضع أي تعراقيل من أي جهة كانت لتعطيل الصفقة المرتقبة